مساع دعوبة تبذلها طهران بهدف رأب الصدع بين حلفائها من قادة الميليشيات في العراق لا سيما بعد بروز خلافات واسعة لمسها الرأي العام بين رئيس هيئة ميليشيات الحجد فالح الفياض ونائبه أبو مهد المهندس الوساطة الإيرانية انطلقت عمليا قبل أيام عبر حليفها نور المالك زعيم حزب الدعوة الذي يحاول بدوره لملمة أوراق ميليشيات الحجد سياسيا وعقد صلح بين الفياض والمهندس تضارب الأوامر الإدارية بين قادة الميليشيات كان قد ظهر بعدما حمل نائب رئيس الهيئة أبو مهد المهندس الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية استهداف مواقع ومخازن أسلحة الحجد مهددا بضرب المصالح الأمريكية داخل العراق تصريحات وصفها فالح الفياض بأنها تعبر عن نفسه ولا تمثل موقف الحجد هذه التصريحات رأها بعض خصوم الفياض تأكيدا على الاتهامات التي توجه له بأنه ينتمي للمحور الإيراني بناء على مصالح سياسية بحتة وليس بدافع إيديولوجي ومن الممكن أن يختلف مع طهران في حال تبدل بوصلة المكسب السياسي مصادر من داخل الوسط السياسي أكدت أن نشوب الخلاف مرده لطمحات سياسية يتبنىها الفياض الذي يرأس في الوقت نفسه جهاز الأمن الوطني ويتزعم حركة سياسية وهي حركة عطاء التي تمتلك سبعة نواب في البرلمان حيث يسعى إلى استثمار الطاقات البشرية واللوجستية والمالية للحجد لصالح حركته وبينت المصادر أن الفياض يخطط لتمكين أقربائه من الحجد بعدما مكنهم من جهاز الأمن الوطني من خلال أولويات التعيير السري لهم داخل الوظائف الحكومية للجهاز على الجانب الآخر تشير المصادر إلى أن أبو مهد المهندس بصفته القائد الفعلي لميليشيات الحجد يحاول قضم طموحات رئيسه الإداري لا سيما أن الأول يرتبط سياسيا وعقائديا بخط ولاية الفقه الإيرانية كما تربطه علاقة وثيقة بقائد فيلق القدس قاسم سليماني لافتة إلى أن المهندس لن يسمح بهزيمته داخل ميليشيات الحجد التي أعادته للواجهة بعد أن ظل طي النسيان لسنوات طويلة إثر قيامه بالعديد من العمليات الإرهابية ما وضعه في قائمة المطلوبين الدوليا لإدانته بتفجير السفارتين الأمريكية والفرنسية في الكويت عام ثلاثة وثمانين الخلافات في ميليشيات الحجد بلغة ذروتها وربما تشهد الأيام القادمة شقاقا واضح المعالم على غرار ما حدث مرارا بين السياسيين الموالين لإيران وهو ما تسعى طهران لتداركه بهدف تجاوز تصدعات تعصف بهيئة ميليشيات الحجد ذراعها الأولى في العراق وهو الأمر الذي يتعرض تماما مع مصالحها التوسعية في العراق والمنطقة لا سيما في هذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر